نحن فريق لقاح سوريا معنا لقاح للكوليرا من عمر سني فما فوق لقاح آمن وفعال من خيمة إلى أخرى ينتقل فريق اللقاح لتطعيم الأهالي ضد فيروس الكوليرا بعد حصول الفريق على مليون وسبعمائة ألف جرعة من لقاح فيكول بدعم من منظمة الصحة العالمية الكمية التي حصل عليها فريق لقاح سوريا مليون وسبعمائة ألف جرعة من لقاح فيكول المرخصة من قبل من نظمة الصحة العالمية طبعا المنطقة تضررت كثيرا بعد اختلاط المياه الجوفي بمياه الصرف الصحي بعد زلزال مدمير الذي حصل في شمال السوري لذلك أسفح من الحاجي والضرور الملحى أن يحصل أهلنا ويحصن أنفسهم ضد هذا المرض الخطير ألف ومئة فريق مدربون سيتوزعون على قطاعات عدة تشمل المدن ومراكز الإيواء المؤقتة إضافة للمخيمات العشوائية حيث أصبحت الحاجة ملحة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والمصابين تنطلق حملة لقاح الكوليرا في الشمال السوري ألف ومئتين فريق مدرب سوف ينطلقون جميعا في المنطقة بعد وجود إصابات حوالي ستمائة إصابة وواحد وعشرين وفية كانت الحاجة ماسة لانطلاق هذه الحملة في الشمال طبعا الفرق جميعها تلقت التدريبات الكافية مع المشرفين مع التوزيعات الكاملة في المنطقة التغطية ستكون بشكل كامل لجميع المنشآت ومراكز الإيواء في المناطق جميعها تعد مخيمات الشمال السوري بيئة خصبة لانتشار الأوبئة ويعود السبب الرئيس لغياب شبكات الصرف الصحي نهيك عن التخوف من اختلاط المياه الجوفية بالمياه الملوثة عاقبة زلزال المدمر بعد الارتفاع الحادي في معدل الإصابات بفيروس الكوليرا في المنطقة يسعى فريق لقاح سوريا للحيلولة دون انتشاره من خلال حملات لقاح هذه لكن هذا ليس كافيا فالجهود منصبة على تأمين مياه نظيفة وشبكات صرف صحي مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريفو ادلب